نحن طبعا لنا كلمات حول هذه المسألة نشر في أكثر من كتاب والذي أذكره الآن هو سلسلة حديثة ضعيفة والموضوع هناك كنت خرش حديثا بنفذ نعم المذكر السبحة وخرجت هناك للمسند الشردوش الديلمي وبينت ضعفه من حيث إشناده ثم وضعه من حيث متنه من أجوه كثيرة منها أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النابلة الصلاة أما الوسيلة الآلية هذه هذه لا تعرف في اللغة العربية فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى الآلية التي يسبح بها فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنين عن استعمال السبحة بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين ونحن دائما فالعقد بالأنابل أمر الرسول عليه السلام لذلك وقال فإنهن مسؤولات ومصفا فقال يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهدوا أرجعوا مما كانوا يسبون والقلاصة لا هدى ولا هدية بعد هدى وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد وكثير من الناس في هذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وعمرتكم به وما تركت شيئا أن يحيدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونعيدكم عنه فلو كان هناك في الشرع وسيلة للعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارة وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا وما كان ربك نسيا أن يشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوسيلة هذا من جهة من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت شنة وهذا روية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السنة الضعيف فأنا ألمس لمسا ليد هذه الحقيقة ما أحدثت بدعة إلا وميتت شنة الذين احتاجوا إلى اجتعمال السبح ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل اجتعمالهم السبحة أعداد ضخمة جدا في أعداد لا يمكن إحصاؤها بالأمام الأذكار نعم في شيء سموه ألفية وأربعة آلاف وكل والله هذا فيه بدء يحصي إلا بالحصاء أو بالسبها التي تنوب عنها لكن الشراء لا يوجد فيه مثل هذا الضخم يا الله بسم الله يكفي بارك الله يكفي لكي نستريح كوي يعني ما ترى لا ما تسمع من الله الرحمن الرحيم ألفت انتباه لإخوة المستمعين إلى أن الشيش يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغسلافيا وألبانيا في المدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة